اشتركوا في القناة في البطولة العربية علها تكون دافعا كبيرا لللاعبين في اسعاد جماهيرهم القوة الجوية انهى تحضيراته بشكل جيد في اربيل من اجل مواجهة سبهان الايراني وطموحات مدربه ايوب اوديشو يعتليها الاصرار على تحقيق النقاط الثلاث في مستهل المشوار متسلحا بمجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين يغيب عنهم فقط شريف عبد الكاظم بسبب الاصابة وتقف خلفهم جماهيرهم الكبيرة التي شدت الرحالة صوب شمال الوطن لدعم سقورها وكلها ثقة بابراهيم بايش وهمام طارق وبقية المجموعة في بداية مثالية عسى ان يكتسي فرانسو حريري باللون الازراق على حساب الضيف القوي متصدر الدور الايراني من الشمال الى الجنوب حيث نوارس الوطن التي ستدخل ملعب جذع النقل في البصرة وتستمع لصدى المدرجات بعد حرمان جماهيرها من الحضور لمواجهة العرب الكويتي بسبب عقوبات سابقة لكنها ستلعب من اجل التاريخ والحفاظ على هيبة الزورة وجماهيره الكبيرة بقيادة مصرية واول مباراة رسمية للمدرب الكبير حسام البدري الذي تحدث بثقة خلال المؤتمر الصحفي على لاعبيه رغم غياب القائد جلال حسن مؤكدا ان البداية يجب ان تكون بحجم تاريخ النوارس وجماهيره رغم صعوبة المواجهة احلام كبيرة برؤية فريق عراقي ينافس على لقب دور ابطال اسيا ستبدأ مع ركلة البداية من ملعب اربيل وحامل لواء الوطن هو القوة الجوية بينما في الجانب الاخر يبحث الزورة عن اول القابه في كأس الاتحاد الاسيوي متسلحا بمدرب يمتلك خبرة كبيرة وجماهير ستعود للمدرجات من الجولات القادمة لدعم نوارس الوطن والتغني بلاعبها اشتركوا في القناة